أخوكي تهابي بقى عشان قطع بسم الله ما شاء الله صوت طويل قوي في المجال ده فهو أقدر مني بكتير في الكلام في النقطة دي المجال الفني ده لو انت يعني دخله وسايب نفسك تماما فيه مساحة ان تركيبة الشخصية نفسها تتغير رؤيتك للأمور تتغير ترتيب أولوياتك في الحياة يتغير أكيد انت حصيت بدا صحيح يعني زي بس انت قالت ده تنقطة مهمة جدا ان الواحد طول الوقت هو بيتعلم بيتعلم الله كبر منه وبالذات لما يشتغل مع نجوم كبار يعني ده مهم جدا فبتاخد منهم كل يعني ايه يعني انا عدت فترة مجرد ان انا مستمع جيد للاستاذ عاد الامام واشوف هو بيعمل ايه واسأله يعني اسأله لو جالي دور اعمل ايه واشتغله ازاي فكان دايما يقول لي المذاكرة الدور مهمة جدا انك انت تطع تذاكرة الدور يعني مش مجرد انك انت داخل امس لأ قاعد اشتغل عليه واشوفه التفاصيل واشوفه واشوفه فده مهم جدا انك انت طول الوقت بتتعلم عشان تطور موهبتك موضوع ان الواحد كمان هو قاعده موهبة بس ساعات ما بتقولوش ان هو مثلا يشتغل مصرح والمصرح حاجات مهمة جدا يعني انا ما اشتغلت مع استاذ عاد الامام في فيلم امير الزرام الاول وفيلم التجربة الدرامراكية جيه في اخر يوم واحنا بنعمل اخر يوم التصوير في الفيلم قال لي احمد انت لازم تشتغل مصرح والمصرح مهم وهو بيمهد لي طبعا وقال لي ايه انت عارف ان انت بتتكلم فيه منتهى الاريحية ده كفير بان انت هيتقر عليك قر السنين فكرة ان انت تستشير الليج بعد الامام وبيعرض عليك المشاركته في المصرح انت بتتكلم كده وانت سايب ايدك ايه انت بتقول ايه اتوا انا هقر عليك بوقت حقيقة استاذ عاد الامام سوه بيحبك اتوامي جدا ودي كوليس حتى ببرا الشاشة احنا بنتكلم لا الكوليس اللي خلف الشاشة معروف ان هو بيحبك جدا هو داعم للاجيال الجديدة وفكرة كمان هو كان بيقولها حتى في الانتروفيوز بتاع تقولك انا زمان كانت بدايتي صعبة وانا تعبت اوي فهو حاسس ببداية بتاعت الفنانين يعني دي فعلا نقطة كلنا عارفينها عنه صحيح يعني استاذ عاد الامام يعني خليكي متطمنة وانت بتشتغلي وانت جاية حتى لو طبعا نشوف الصورة دي بتقول كلك كأنك ابن والله جد يعني فرحان بيك حقيقي يعني ربنا تدي له الصحة وطبط العمر تعلمت منه كتير جدا على المستوى الفني والمستوى الانساني كمان والاجتماعي وحاجات كتير قوي لان انا اشتغلت معا من سن صغير يعني فيلم امير الزرام يمكن كان عندي حوالي 18 سنة والتجربة كان عندي حوالي حاجة و 20 سنة يعني فكان لسه بداية حياتي في الفن فتعلمت منه كتير حقيقي سيبقى فيلم التجربة الديماركية فيلم استسمائي على كل الأسعار كان راحي على كل حال